اشتركوا في القناة سند لتونس ولغيرها من دول المنطقة أملا ببناء حاضر ومستقبل مشرق لأبناء المنطقة سعيد الذي فقد البوصل داخليا أدخل تونس في أزمة مع مملكة مغربية مضت قدما في قضيتها المركزية ونالت إجماعا أمميا على مغربية الصحراء ليتحول تصرف الرئيس إلى نشاز في زمن الإجماع ما جعل أصوات العقل في الشقيقة تونس توجه أسهم النقد للساكن في قصر قرطاج والذي أزم وضعا تونسيا متأزما ومنذ سنوات الحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يسروني أن أرحب باسمكم بالدكتور عبد العالي بلياس أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس دكتور أهلا مرحبا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة لنبدأ بآخر المستجدات تعلم بأن لكل حدث حيثيات وتفاصيل ولكن أيضا تداعيات تبدأ تتسرب للعلن من وقت لآخر واليوم في تونس النقاش الدائر حول تيكاد القمة التي فجرت هذه الأزمة الدبلوماسية مع تونس حول مخرجات هذه القمة وماذا استفادت تونس كما يعلم الجميع بأن هذا المؤتمر حين تأتي اليابان فإن الدولة المضيفة تكون من أكبر المستفيدين على المستوى الاقتصادي خاصة ويكون هناك اتفاقيات ثنائية خارج إطار التيكاد ولكن اليوم الأشقاء في تونس يتحدثون عن امتناع اليابان عن ضخ أي أموال أو القيام باستثمارات وتربط ذلك بكل التقارير التي قد تخرج من البنك الدولي بالتالي اليوم أنت خرجت بأزمة سياسية مع جار مغربي ولكن بأزمة اقتصادية متفاقمة إن كنت تعول على مخرجات تيكاد لتنعيش الاقتصاد التونسي من المؤكد اليوم أن الدول حينما تتنافسوا في مبينها عن عقد المؤتمرات الدولية في دولها وفقة طرابها تكون هناك مجموعة أهداف تهدف إليها من خلال استضافة هذه اللقاءات أول الهدف هو التعريف بتلك الدولة كوناتها ومؤهلتها تاريخها وغيرها ويكون كذلك هدف الثاني هو الاستفادة من مخرجات ذلك المؤتمر أو ذلك اللقاء نعم من مؤكد كذلك أن هذا المؤتمر الذي العقد في تونس وهو متدى ياباني أفريقي غاية هدفه كلا هو الاقتصادي بمعنى أن العائدات الاقتصادية سوف تكون أو المحور الاقتصادي سوف يكون حاضرا وبقوة في مخرجات مؤتمر أو في هذا المتدى ويكون كذلك مناسبة في عقد لقاءات تنائية بين مجموعة من الدول لتناقش قضايا مختلفة وقد يكون تكون هذه اللقاءات مناسبة كذلك لتقريب وجهة النظر بين مجموعة من الدول مختلفة فيما بينها أو تقديم الإمكانيات الاقتصادية المتاحة بمعنى أن المؤتمر أو اللقاء الدولي يكون له أهداف متعددة ومتنوحة ولكن للأسف مع بداية انطلاق هذا المؤتمر لم تكتسب تونس أي ورقة في هذا المجال الاعتبار أنها اختارت الحلقة الضيقة في تعاملها مع هذا المؤتمر من خلال استضافتها ومن خلال استقبالها لما يسمى برئيس الجمهورية الوهمية وأدخل تونس يعود أن يدخلها في منعطف جديد من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية ومن ناحية الدبلوماسية أدخلها إلى منعطف آخر الذي هو منعطف الأزمة مع المغرب بحيث أنه المغرب لا يمكن له في جميع الأحوال أن يقبل أن يستقبل رئيس ما يسمى بجمهورته الوهمية بصفته رئيس دولة علما بأن هذه الدولة التي تحدث عنها قيس السعيد ليست هي موجودة إلا في الورق ولكن على المستوى الواقع هي غير موجودة ككيان مادية وكيان كذلك قانوني هذه حقيقة يعلمها الجميع وإن كان ينكرها البعض لغاية في نفسه يعقوب ولكن أيضا سؤال بدأ يتوضح ويطرح في أكثر من مناسبة وعلى لساني أو ألسني أناس ينتمون لما يدينا عدة لا في تونس لا في المغرب لا حتى على المستوى المنطقة العربية السؤال يقال اليوم قيس السعيد ورط تونس ولكن من ورط قيس السعيد؟ طبعا هذا السؤال مهم جدا الاعتبار بأن هذا الموقف هل هو موقف موقف تونسي خالص بناء على عادة قراءتها للتحولات على المستوى العالم أم بأنه موقف يملأ عليها من خلال جارة الجزائر بحيث أن كما تعرفون جميعا بأن الجزائر تقوم بدور كبير وخبيط في نفس الوقت للتفريغ ما بين الدول والشعوب والإساءة كذلك إلى العلاقات الجيدة التي تربطه المغرب مع مجموعة من الدول على مستوى أفريقيا وعلى مستوى أمريكا اللاتينيا وعلى مستوى العربي إذن الجزائر حاضرة بقوة كما أن الأزمة التونسية كذلك حاضرة بقوة في تغيير هذا الموقف الذي أعتقد أنه السلطات الجزائرية العليا في مقدمة طبعا رئيس الدولة لم يقرأ جيدا رد الفعل القوي الذي يمكن للمغرب أن يقوم به إزاءة هذه المحاولة التي تعتبر سقطة مدوية للديبلوماسية التونسية بحيث أن الدبلوماسية التونسية تقليديا في علاقتها مع دول جوار في علاقتها مع قدية الوحدة الطرابية قائمة على دعم إشراعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وعدم الاعتراف وجمهورية الصحراء ولكن بدأت مظاهر التحول التونسي مع قيس سعيد من خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر من خلال تقارب معلن أيضا تبادل الزيارات ومجيء رئيس تبون من خلال دعم رئيس الجزائري من قلب تونس للاستفتاء والتأثير على أراء الناخبين التونسيين ما رفضته أطياف سياسية تونسية أنذاك من خلال سياسة الشيكات يعني شيكات سمعنا شيك بـ 300 مليون دولار كقرد وقيل حينها بأنه لم يدخل البنك المركزي وبأنه وضع رهينا بسوق النفط والغاز اليوم هناك انتعاشة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وربما سددت الجزائر التزاماتها لتونس من حيث هذه القرود ولكن هناك من يقول اليوم منح يابانية مثلا مدون 100 مليون دولار وهذا القرد الجزائري وغيرها ستضخف مؤسسات عمومية مفلسة أنت تعلم وأنت أستاذ للقانون حين تغيب المؤسسات التي تخلق تلك التوازنات في أي دولة وتحقق لها مصطلح الدولة فكل ما تضعه كمن يعني يفرغ الماء في الرمال يعني لا فائدة ولا جدوى منه لأنه لا يوجد أسس اقتصاد قوي مبني على مؤسسات تمنح استقرارا سياسيا يستقطب استثمارات اقتصادية أو حتى يعطي نجاحها للاستثمارات المحلية فكيف ينظر السعيد إن أردنا أن نفكر بعقلية هذا الرجل كيف ينظر هل يريد أن يقضي مرحلة الطوارئ معينة بأموال جزائرية ومثل ما يفكر في المستقبل أم أنه بالفعل طريقة تفكيره وتسيره للبلاد هكذا هنا يجب أن أشير إلى مسألة أساسية حينما نقول رجل دولة الرجل دولة هو ذلك الرجل الذي ينظر إلى مستقبل البلاد على 30 سنة 40 سنة و50 سنة وهنا حينما يفكر قيس سعيد في تدبير الأزمة الداخلية التي يعاني منها نتيجة اتخاذهم جمعة من الإجراءات التي تعتبر غير شعبية وغير ديمقراطية بيحلهم جمعة المؤسسات بمتابعة القضاة بتغييره للدستور وتجميده للدستور السابق بمعنى خلق أزمة داخل نفسه ويحاول أن يبحث عن مخرج لهذه الإزمة بخلال الملف الخارجي بمعنى يحاول أن يبحث مقة لأنه يعرف من حيث السن ومن حيث الولاية التي يمكن يحصل عليها غدا أو قد لا يحصل عليها يصدع فقط إلى حلول مؤقتة وإن كانت هذه الحلول تمس بتاريخ تونس وبالعلاقات الودية والتاريخية التي تربطه المغرب مع تاريخ تونس مع المغرب من خلال استعانة بخصوم المغرب خصوم الوحدة الترابية من خلال قبول ببعض الفوتات حيث تحدد عن 300 مليون دولار أو 100 مليون دولار هي من ناحية المالية لا تساوي شيئا وحينما نعود كذلك لبنك الدولي فالدولي كما تقدمت البداية بأنه لا يعطي شيئا على بياد بل لا بد أن تتوفر في هذه الدولة لكي تتلقى استثمارات لكي تتلقى قروض أن تتوفر على حدنا من المؤسسات أن تتوفر على حد أن كذلك من الاستقرار السياسي يعطيها المصداقية لدى المؤسسات الدولية ويعطيها كذلك المصداقية على مستوى المجتمع الدولي صحي أمان في المستقبل المنظور هذا ما يفرضه البنك الدولي ولكن الأمان غائب ربما وهو كان حاضرا في القمة لكونه من جزء من المنظمين لها البنك الدولي مؤسسات كمفوضية لاتحاد الأوروبي والأفريقي وغيرها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم من جهة أخرى ألا يمكن القول بأن المملكة المغربية اليوم بدأت تتعرف على الأصدقاء وعلى الأعداء على حد سواء بمعنى آخر حين خرج الملك في خطاب ثورة الملك والشعب في الدكرة التاسعة والستين وقال بأن منظار السحراء المغربية هو المنظار الذي ننظر به إلى الشركاء وإلى الأصدقاء تقليدين أو غيره وأن هذه الأمور غير قابلة للتأويل ألا تعتقد أكيد أن هذا التصرف ربما خطط له قبل الخطاب وربما بعد لا أحد يعلم لأن الجزائر بحد ذاتها هي الأخرى ذهبت للسرعة القصوة ملف الصحراء في سرعته القصوة والجزائر كذلك توظف كل الإمكانيات مادية كانت سياسية بيع وشراء مواقف ضغوطات إلى غير ذلك ولكن ربا ضارة النافعة لماذا لا نقولها؟ أننا اليوم قد نعلم بأن لدينا في الجوار من لا يريد خير المملكة المغربية إن كانوا أشخاص أو دول لا يهمنا الأمر ولكن تمنحنا القدرة على التمييز للتصرف فيما يخص المستقبل ربا ضارة النافعة لأنه أحيانا قد تنخذع ببعض الصدقات ولكن الأزمات أو الظروف هي التي تحكم على تلك الصدقات صحيح أكيد اليوم أن المغرب يعني يتبع لهجا ديبلوماسيا ناعما في علاقته مع تونس الاعتبار بأن تونس حاولت أن تعاكسها اليوم اليوم يعني قبل ذلك سيد العالي قبل ذلك تاريخي يشهد تتذكر الهجوم على قفصة قبل ذلك إلى الجزائر وكيف كان المغرب تتذكر كلام حسن الثاني رحمه الله حسن الثاني رحمه الله رفع الهاتف بعد الهجوم وقال كيف حالكم؟ ماذا تحتاجون؟ قالوا نريد طائرات لننقل العسكرة إلى قفصة يعني منذ 1964 في عهد بورقيبة في عهد زيل عبدين البعلي في عهد كذلك المرزوقي وفي عهد السبسي كانت علاقات أقول متميزة تربطه بالمغرب مع تونس وتونس كذلك مع المغرب ولكن وصول قيس سعيد إلى رئاسة الدولة أعطى إشارات سيئة في علاقته مع المغرب وأولى هذه إشارة السيئة هي عدم تصويت تونس على قرار الأممي تمديد قوات المينورسو ومع ذلك المغرب متصى هذا القرار ولم يعلق عليه وتحمله ربما قد تغيير تونس من مقيفها وتعطيه تفسيرا واضحا ومقنعا لهذا القرار مرت تونس كذلك بأزمة صحية خطيرة وكان المغرب سندا قويل لتونس في هذه المحنة بما يخص الأعمال الإرهابية أنه قدم جلالة ملك رسائل واضحة إلى السواح الأجانب بضرورة زيارة تونس أن تتعاملوا باستقرار الأمان في لغة التي كانت فيه أعمال الإرهابية هزت تونس بمعنى المغرب يمود دائما للمدودة إلى أزقائه ولكن للأسف هنا لماذا نقول ربضارة النافع لأن العالم ربما اليوم يرى مغرب اليوم ويرى ملامح مغرب الغت وهذه أمور واضحة جدا في السياسة وفي الدبلوماسية المغربية لم يعد المغرب يعني يقبل ببعض الأمور في سياسات دولية من قوى عظمة من ألمانيا من إسبانيا الجميع يعني كان مترنحا في رؤيته للعلاقة مع المملكة المغربية ولكن المغرب مبدأ التلميذ والأستاذ مرفوض مبدأ الدركي مرفوض مبدأ التعالي من المستعمر القديمي مرفوض مبدأ الاستغلال والابتزاز الذي كان يوظف في قضية الصحراء المغربية في علاقة المملكة مع مجموعة من القوى العالمية الحية مرفوض وعادت إسبانيا إلى جادة الصواب وما أدراك ما إسبانيا وعادت ألمانيا كذلك وما أدراك ما ألمانيا واليوم خيوط علاقة جديدة تنسج مع المملكة المتحدة واليوم علاقة استراتيجية حيوية مع الولايات المتحدة المغرب قوي حتى في كيانه المغاربي قوي المغرب ومن وجد الحلول الأزمة الليبية حين تعثرت وبدأت تضلطمها الأياد الخارجية من هنا وهناك وبالتالي ربض أرت النافعة لا تضيرونها يعني قرارات النظام التونسي مع كل الاحترام للشقيقة تونس طبعا المغرب ورخم صعب جدا في المعادلة الدولية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ونهج سياسة ديبلوماسية ترمي إلى تنوي علاقاته السياسية والاقتصادية والتاريخية مجموعة مجموعة من الدول وفقا للاحترام والمصالح المشترك طبعا وفقا للمبدأ رابح رابح نعم وفقا كذلك الاشتراكة التي تقوم على التوازن تقوم على الأخذ والعطاء والمصالح كذلك المتباذلة تحدثت عن اسبانيا تحدثت عن ألمانيا لولايات المتحدة الأمريكية هذه كلها قوة عظمى لها مكانة على المستوى الدولي في مجال السياسي في مجال الاقتصادي وهي تبحث عن الشراكات وتدخل في شراكاتهم مع المغرب لأن المغرب له ملفات قوية على المستوى الاقتصادي وله ملفات قوية على المستوى الأمني لأنه اليوم المغرب يساهم بشكل كبير جدا في محاربة الإرهاب الذي يهدد استقرار أوروبا ويهدد استقرار العالم له دور قوي كذلك جدا في محاربة الهجرة وكلنا تعرف التحديات الأمنية التي تروحها موضوع الهجرة وله كذلك إبكانيات مؤهلات اقتصادي قوية فيها على المستوى الاستثمار وعلى المستوى كذلك التجاري إذن الدول الأخرى يجب أن تقرأ جيدا هذه العلاقات التي طلبتها المغرب مع هذه الدول وعلى هذه الخوى الكبرى المغرب لا يطمح لأي شيء آخر وهو يطمح فقط إلى منطقي رابح رابح أن تراعى مصالحه الأساسية وأن تراعى قضيته الكبرى التي قضيت الوحدة الوطنية وأن لا تعكسه تعكس هذه القضية الوطنية وكان خطاب دي العشرين غوش كان خطابا واضحا بأنه أي تعامل غدا مع العلفاء التخليديين أو الجدد يجب أن يقوم على ضرورة الاعتراف بمغرية في الصحراء وبدعم الحكم الداتي خارج هذا الاعتراف وخارج هذا الدعم للمبادرة الحكم الداتي لا يمكن للمغرب أن يقدم هدايا مجانية لشركائه ويقدم كذلك هدايا أحيانا لأصدقائه فالأصدقاء اليوم هم الذين يقفون بجنبك وقت الصراء والضراء وهذا ما حدث من الأشقاء الأفارقة يعني أنا قلت ربضارة نافعة لأنه بالفعل في بعض الأحيان قد يكون هناك مواقف من تحت الطاولة وأنت لا تعلم عنها الشيء الكثير وحين تأتي مناسبة ربما تجسد فيها ذلك الموقف الذي ينم عن صداقة وأخوة وإلى آخر ويؤكد سياستك الخارجية تجاه ملف ما هذا مواقع لتونس ولكن في الوقت نفسه شاهدنا الأشقاء الأفارقة والكل كان يتساءل يعني لماذا المغرب يتجه جنوبا لماذا المغرب يعمق علاقاته الأفريقية ما هذه السياسة الملكية الجديدة جنوب جنوب اليوم أثبت العهل المغربي بأنه متبصر وبأن هذه العلاقات قوية وراشدة وعلاقات يعني فيها صدق ووفاء شيئنا ما بين هنا يقاطع رئيس غينيا بيساو القمة هذا صدق ووفاء رسالة ليبيريا برئيسها جورجوية واضحة رسالة ماكيسار رئيس الاتحاد الأفريقي في افتتاح هذه القمة واضحة يعني أصبح يعطي الدروس للمنظمين بأن هذه الأقطاء لا بد أن لا تتكرر والمغرب من المؤسسين للاتحاد الأفريقي كيف وجدت صوت الأفارقة وهل يؤكد بالفعل بأن المغرب اليوم حين اختارت شراكات المتعددة مع هذه الأقطاب القارية بالفعل حين توجه جنوبا كان وقعيا وفيه جدوى للعلاقة المغربية ولملفات المغرب المركزية كالصحراء المغربية المغرب هو من مؤسسين منضمة وحدة الأفريقية وغادرها للأسباب التي يعرفوا الجميع واستغل خصوم وحدة طرابية هذا الفراغ وقابلوا طبعا بجمهورية الصحراوية المهمية وعادر المغرب في 2017 عودة قوية إلى الاتحاد الإفريقي ليس من أجل ملء المقعد الفارغ فقط ولكن من جاء التأكيد بالرهان المغرب على التعاون جنوب جنوب هناك علاقات الجنوب مع الشمال ولكن العلاقات التي يجب أن تخرج تخرج الدول الإفريقية من أزماتها المختلفة الاقتصادية والسياسية وغيرها يجب أن تكون في إطار التعاون ما بين دول الجنوب جنوب وقد تفقد نقطة هنا فيما يخص الملتقى الأخير متدى الياباني الإفريقي ولكن قد تتربح نقطة أخرى في مواقع أخرى الذي تبين من هذا اللقاء ومن استقبال تونس وأن جمعة من الدول الإفريقية تكون كامل التقدير والاحترام وتعترف بصداقاتها مع المغرب تحدثتها عن جمعة من الدول وهذا يبيين بأن القرار الذي اتخذ التونس باستقبال هذا الشخص كان له صدا على مستوى اللقاء لا يجب أن تصل على أنه قرار تونسي طبعا لا أقول هو قرار تونسي من حيث الشكل ولكن هو قرار له طبعا جزائر هي التي قامت بدفع تونس وإهامها بضرورة الاستقبال هذا الان اليوم والأشقاء في تونس يعني يقولون لماذا ورط قيس سعيد نفسه هذه الورطة مع المملكة المغربية التي لم يرى منها تونس لم ترى منها تونس إلا الخير في مقابل القمة التي أريد لها أن تنجح غاب عنها أي مسؤول سامي على مستوى الجزائر يعني تم إرسال وزير في التجارة والصناعة ربما لا رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة ولا حتى علية القوم هناك في الجزائر ذهبوا لدعم تونس وقيس سعيد في هذه القمة وهنا يعني تساءل البعض هل أوضعت قنبلة موقوتة ربما في سبيل إنجاح هذه القمة من أجل فقط مكسب جزائري يتمثل في مجموعة من الصور التي تأخذ لزعيم الكيان الوهمي وإيهام العالم بأن تونس التي تقف على الحيات ولا تعترف بهذه الجمهورية الوهمية على أنها اليوم بدأت تصطف في ذلك المحور طبعا الجزائر دائما من غاية وفي جمهور في مختلف لخاءات الدولية ومؤتمرات الدولية هي أن تزعج المغرب غاية الأساسي الأولى هي إزعاج المغرب من خلال ملف قضية وحدتنا الترابية منسبة إليها مستوى الحضور مستوى المخرجات لا تهمها لهم فقط أن يحضر هذا الشخص وأن تلتقط له الصور وأن يتم التطبيل من خلال الأبواق الإعلامية الجزائرية بأن ما يسمى بجمهورة المهمية هي حاضرة بهذا اللقاء وبالتالي هناك اعتراف ضمني من طرف في تونس بهذه الجمهورية وهذا طبعا فيه نقاش هل وقت عراف دمني أم اعتراف صاريح أم بأنه زل ديبلوماسية وقعت فيها ديبلوماسية تونسية ويمكن أن تتراجع عنها في أي لحظة من لحظات بناء على ترتيبات قد تدخل فيها المغرب في علاقاتها مع تونس لأن الأزمات الديبلوماسية في جميع الحوال أزمات لا متناهية ولكن أزمات أزمات هي تفرد على الأطراف التي هي في أزمة ستدخلها في حوار منها لتجاوز الخلافات لأن الغاية الأساسية من أي أزمة لأنه خرج من هذه الأزمة وليس أن نقوم باستدامة هذه الأزمة ولكن المغرب كان واضحا بخطابي شينغوشت أن قضية الأحدى الترابية هي المنظار التي نرى فيها علاقتنا مع العالم بقي محوريني أساسيا في هذه الحلقة والأول يحثون على التساؤل أين تصطف تونس يعني اليوم تونس الكل يعلم الأزمات الداخلية الكل يعلم الأزمات الاقتصادية الكل يعلم بأن حتى العالم الذي أرادت أن تعول عليه تونس هو في حد ذاته يعيش أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب تداعيات جائحة كورونا وأمور كثيرة جدا والمؤسسات النقدية الدولية لا تمنح كهدايا هكذا عبثا إنما لديها أسس وقواعد لابد من احترامها كل هذه الظروف المحيطة بالإضافة للوضع السياسي المتأزم ألم يكن بالأحرى بالرئيس التونسي قيس سعيد أن يصطفأ إلى محاور العقل لا أن يذهب إلى دول مارقة اليوم الجزائر تنعش العلاقات مع محور إيران سوريا وأنت تعلم عن المليقين الخطوات التي اتخذت في هذا المجال ولا نريد أن ندخل في مكان أوسع قد يؤدي بناء إلى دول السحر والصحراء إلى فيلق القدس إلى حزب الله وجنود منه غير ذلك هذا موضوع آخر فهل تريد تونس سعيد أن تصطف إلى جانب محور الشارع؟ وهل هي قادر على مواجهة من يحاربون هذا المحور؟ طبعا بالنسبة لتونس ربما هي تائها لا تعرف أين تسير لأن ثقل الأزمة الداخلية وعدم الإجماع عن القرارات التي اتخذها مؤخرا رئيس تونس في مخص قضية الوحدة الترابية وقبل طبعا ذلك هو تائه يريد أن يبحث عن شرعية مفقودة على المستوى الداخلي بالاعتماد على السند الخارجي السند الخارجي له منطق آخر هو استفافات ومحاور وتعالفات ومصالح متبادلة اليوم لعلاقات التقليدية التي كانت تربطه تونس هي علاقات مرتبة أساسا بالاتحاد الأوروبي وفرنسا كما وشا كذلك بالمغرب هناك تنوع كذلك لهذه العلاقات ولكن الاستفاف إلى جانب الشر الذي هو إيران وغيرها لم يكن مطروحا أبدا على دول الاتحاد المغرب العربي وإدستينا طبعا جزائر فكل الدول تحاول أن تحافظ على علاقات تقليدية مع الدول الكبرى على المستوى أوروبا دون الاطماء في أحضان الدول التي تهرأ أقل هي ورقة تستفز بها الجزائر بعض القوى العالمية عبر نجل تلك العلاقات مع طهران والنظام السوري حتى ولكن يوم الحساب سيأتي النقطة الأخيرة التي كنا نوضت الحديث عنها هي وحدة الصف الداخلي والذي دائما وأبدا ما يجعل المملكة المغربية قوية متوحدة في مواجهة المؤامرات ولكن انتهى الوقت دكتور شكرا جزيلا لك على الحضور معنا وللقاء بإذن الله فرصة قادمة شكرا جزيلا على استطاع شكرا موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم وإلى اللقاء